يعتبر لبنان من البلدين الأقل مساوات بالعالم لجهة توزع الدخل إذ يقع أكتر من نصف الدخل القومي بإيدان أغنى 10% من السكان تفاقم هالواقع نتيجة الأزمات المتتالية وبظل أولاً نظام ضريب تراجعي وغير عادل وتانياً سياسات عامة إذا وجدت ما بتستجيب للأزمات بشكل فعال وصائب أما السؤال اللي بترح نفسه خاصة وأن الدولة اللبنانية اليوم أمام مفترق طرق لاستعادة شيء من الاستدامة المالية وإعادة النظر حكماً بالنظام الضريبي هو وين فشل النظام الضريبي وكيف أدى للمزيد من عدم المساوات أولاً وعلى عكس ما قد يكون شائع النظام الضريبي بلبنان ما بيأمن إرادات كافية ببساطة ما بتحصل الدولة إرادات كافية لتمول الاحتياجات الأساسية لمواطنيها على سبيل المثال نسبة الإرادات الضريبية للناتج المحل الإجمالي بلبنان ما بتتخطى نص النسبة ببلدان مثل المغرب أو تونس وأدرت دراسة حول النظام الضريبي أعدتها جمعية فاينانشيلي وايز بالتعاون مع معهد باسل فريحان المالي والاقتصادي أنه مقابل كل ضريبة غير محصلة توازي نقطة مئوية من الناتج المحل الإجمالي تتكلف الدولة ما بين 34 و 36 مليون دولار أمريكي سنوياً ما أجبر الدولة اللبنانية على اللجوء قبل الأزمة إلى الاستدانة لتمويل الإنفاق الأمر اللي بيزيد من الديون وفوائدها حتى بعد وقوع الأزمة ممكن توصيف استجابة السياسة الضريبية بأنها خجولة لأنه تردد صانعي القرارات بشأن ادخال تعديلات ضريبية لتجنب الاضطرابات الاجتماعية هالأمر رتب أكلاف إضافية كان إلى أثر عميء على المدى الطويل إن كان على صعيد الإدارة يلي شهدت هجرة كبيرة أو على صعيد العدالة يلي تشوهت بحكم الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة ثانياً الإطار القانوني أديم ومشرذم يرعى أكثر من 350 نص قانوني وإدارة مختلف ضرائب الدخل والضريبة على الإيم المضافة رسم الانتقال وضريبة الأملاك المبنية مما يجعل من الصعب على الإدارة ضمان الالتزام الضريبي بفعالية وبالتالي إنصاف جميع المكلفين فضلاً عن ذلك التعديلات التي تم اعتمادها بمعظم الأحيان بقوانين الموازنة تنقض مفهوم التصاعدية وبتخلق حالة من الارتباك ثالثاً المعاملات التفضيلية منتشرة بشكل كبير فأكثر من 135 فئة من المؤسسات الفردية والصناعات و27 فئة من الأفراد استفادوا من إجراءات تفضيلية بما في ذلك الإعفاءات والتنزيلات بموجب أنون ضريبة الدخل ورسم الانتقال وضريبة الأملاك المبنية والضريبة على القيم المضافة فضلاً عن ذلك هناك العديد من العوامل الأخرى يلي أثرت سلباً على العدالة الضريبية ومنذكر منا على سبيل المثال غير المقيمين يلي ما بيخضعوا لضريبة تصاعدية على الدخل التصاعدية المطبقة على ضريبة الرواتب والأجور منة تراكمية مما يعني أن الموظف يلي بيستفيد من أكتر من مصدر للدخل ما بيدفع ضريبة تصاعدية على إجمال دخله أو دخله إذ تطبق التصاعدية على كل مصدر على حدة التصاعدية المطبقة على ضريبة الأملاك المبنية أيضاً منة تراكمية كما أنه طال التهرب الضريب الأموال المنقولة الخاض على رسم الانتقال بشكل منهجي على فترة طويلة من الزمن رابعاً، الأزمة الحالية إلى أثر سلبة على الإدارة الضريبية فهجرة الأدمغة والصعوبات التشغيلية وأنهيار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وضعف التنسيق الداخلي والخارجي وضعف الأدرة على التخطيط وإدارة المخاطر وغياب الشفافية وتراكم الفساد والإدرابات المتكررة هي من بين التحديات اليومية التي تواجهها الإدارة هالتحديات بتأثر سلباً على إدرتها على تحصيل الإيرادات بشكل فعال وتأمين معاملة عادلة ومتساوية لجميع المكلفين بظل أهم أزمة بتاريخ لبنان تراجعت الإيرادات الضريبية بأكتر من النص بأقل من ثلاث سنوات مما أثر سلباً على إدارة المؤسسات على الاستمرار بتقديم خدمة عامة وأدى إلى المزيد من عدم المساوات فهل يمكن للبنان أنه يوقف استنزاف إيراداته الضريبية وأنه يتجه نحو نظام ضريبة أكثر فعالية وشمولية؟ هل ممكن للبلد التوفيق بين الأهداف الضريبية من جهة والخيارات الاقتصادية والمجتمعية من جهة أخرى مع ضمان توزيع عادل للعبء الضريبة؟ من الواضح أن اللبنانيين أمام خيارات صعبة ودقيقة وأن الوقت قطحان لاتخاذ منحة آخر فتحديث النظام الضريب اللبناني منه أمر مستعصي وهو بيسمح بمعالجة عدم المساوات تحسين الإدرى التنافسية والعدالة الاقتصادية ضمان الاستدامة المالية ضمان تدفق إيرادات مستدامة لتمويل الحماية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والأهم من ذلك إعادة بناء الثقة بين المكلف والدولة أظهرت تجارب بلدان مختلفة أنه ما في نموذج واحد لتحديث الأنظمة الضريبية فبعضها مثل المغرب اختارت توسيع قعدتها الضريبية بينما قام الدول أخرى مثل إيطاليا والبرازيل بمراجعة المعدلات الضريبية بلبنان التفاوتات عميئة وإذا كان بدنا نصلح فجوة اللامساوات لازم نبلش بإصلاح نظامنا الضريبة مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية بجوهره لمعرفة المزيد عن عدم المساوات بالنظام الضريب اللبناني والتوصيات اتطلعوا على الدراسة كيف يمكن لنظام ضريبي جديد استعادة النمو وتحقيق العدالة